يقدم معرض صورا غير معروفة جدا لجون كينيدي خلال الحملة الانتخابية أو أخرى لزوجته جاكي وهي تدخن سيجارة إلى جانب قميص ومحفظة نقود لقاتله في تكريم للرئيس الأمريكي الذي اغتيل قبل خمسين عاما ويصطبق نيوزيوم في واشنطن وهو مساحة للمعارض المكرسة للأخبار وأوساط الصحافة الفعاليات التي تقام في نهاية السنة الحالية في الذكرى الخمسين لمقتل أحد أكثر رؤساء الولايات المتحدة شعبية الذي اغتيل في 22 من 22 نوفمبر من العام 1963 في دلس ومعارض جي أف كي ينقسم إلى شقين الشق الأول عبارة عن معارض صور التقطها المصور جاك لوفي الذي تابع خطوات المرشح الديمقراطي في حملته الانتخابية وحتى وصوله إلى سدة الرئاسة فضلا عن معارض ثلاث طلقات نارية المكرس ليوم اغتياله